السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل مشوارنا في بناء الكوز أب في فلاتر طبعا في الدرس الماضي سطعنا نعمل correct answer و wrong answer كاونتر حسبنا وستطعنا نوقف الكوز بدون أي أخطاء ويمكن نعمل طبعا هو الريست كالعادة مثل ما استخدمنا اللي هو الهوت ريستارت فيصفرنا العدادات الآن نحن نستخدم اللي هو نريد نعمل رسالة للمستخدم بحيث أن نخبر أنه تم الانتهاء من الكوز على سبيل المثال وأي معلومات إضافية مثل score وأي معلومات نريد نعملها بالإضافة إلى الريست بطن يعني نعمل الريست لألكوز طبعا كحل ممكن تستخدم اللي هو موجودة على في فلاتر لأننا نحن لم نقوم بشرح عملية إضافة في فلاتر رح نستخدم اللي هو اللي موجود كوجت داخل ممكن تذهب إلى فلاتر ممكن تكتب اللي هو رح يظهرنا اللي هو الاليرت فيه شرح طبعا حتى بالفيديو هو عبارة عن وجت عادية تستقبل طبعا الكونتكس رح نشوف كيف نرسل الكونتكس إلى ثم داخل هذه اللي هو رح يكون داخلها رح يكون تايتل وكونتنت وأيضا رح يكون عبارة عن البوتنز رح نقوم بهذا في المشروع إن شاء الله وراح تكون الصورة سهلة بعد ما نبدأ طبعا تطبيقها راح نعمل طبعا لو رحنا على الكوز هنا طبعا رح نعمل أول مثل رح نعمل مثل جديدة نسميها مثلا أنا أريد طبعا استقبل اللي هو أريد استقبل الكونتكس لأن الكونتكس هو عبارة عن الفيو الحالي أو الواجهة الحالية للأبليكيشن الموجودة هنا نسميها الكونتكس رح نشوف كيف رح نستطيع نرسلها من البوتن إلى إلى الفنكشن اللي هي ثم نرسلها طبعا هذا الفنكشن آآ رح تكون عبارة عن شو ديالوج شو ديالوج داخل شو ديالوج رح استقبل هو الكونتكس شو ديالوج رح يكون معي أول شي اللي هو الكونتكس عبارة عن الكونتكس اللي جاي من الفنكشن أوكي ثم رح يكون معي البيلدر رح نبني البيلدر والبيلدر أجين رح يأخذ أيضا اللي هو البيلد كونتكس الكونتكس اللي نشتغل عليه حاليا ثم رح يرجع لي اللي هو اللي هو الرتين كلمنا عنه اللي هو الonent갈ogue الא�يرت dialog هو اللي يوضح لنا طبعا الصياسة الموجودة هنا اللي راح نركوه ان شاء الله بعدما ننتهي من اضافة الكود راح يكون معي طبعا التايتل الى التايتول العبارة عن ايضا né tics ايضا الذي اكون عبارة عن text الذي ايضا ايضاما هو يعني بعهم مثلا cwoz completed هو عنوان الاليرت ثم راح يكون معي الコنتنت وأيضا content ممكن نعمل container على سبيل المثال ثم راح نقوم بإضافة أشياء أخرى مثلا أو راح نضيف الآن text فقط عشان تكون الصورة سهلة ثم راح نقوم بعملة التعديل فيما بعد فراح يكون content على سبيل المثال text مثلا your score thank you مثلا thank you or your score your score is مثلا score حاليا score راح نقوم بإضافة طبعا score score هو طبعا variable اللي في الأعلى لكن ما عملنا لها الحين راح يكون صفر ما أضفناها يعني في كل إجابة ما أضفنا نقاط معينة في score راح نضيفها إن شاء الله فبعد ما أنتهي من alert راح يكون معي actions اعتقد راح يكون هنا أي و راح يكون معي actions هو عبارة عن button أيضا اللي هو reset flat button ممكن نعمله flat button داخل flat button بيكون معي child هاي طبعا ك button عادية text مثلا reset 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 مثلا خلاص reset وإضاء ممكن نعمل هو بعد ذلك راح نعمل reset حاليا راح يكون فارغ أو ممكن نغلق اللي هو alert و navigation navigator dot of context dot pop هذي عملنا طبعا يسكر لنا اللي هو ال alert اللي موجود طبعا راح يظهر لنا في الشاشة فللاعادة راح يكون para function show result راح تستقبل context داخل context راح يكون show dialogue ال context راح يحرس له function طبعا ثم يكون في عندي builder يستقبل context نفسه ثم يعمل لي alert يتكون من عنوان ونص و actions buttons وراح نشوف ان شاء الله ما تظهر الصورة الان طبعا هو موجود هنا show result لك انا ما عملت له call فراح اعمل له call من اللي بعد ما يكمل السؤال عن طريق اللي هو next question راح يكون معي هنا cause completed وراح نعمل show result context طبعا نلاحظ هنا context غير موجود في هذا فراح اطلبه ايضا من اللي هو next question راح يكون معي context اللي هو مثلا build context عبارة عن context نوع اللي هو build context طبعا الاكيد بيكون معي خطأ هنا في اللي هو next question function لانا مارست ال context فراح احرس ال context هنا وايضا لما تكون اجابة خاطئة ايضا راح احرس ال context لان هي نفس ال function فراح اعمل save و reset طبعا ممكن هنا معي خطأ معين شوف ايش الخطأ اللي هو line ايوه هنا لازم اعمل طبعا الكومة اعمل save show result اللي بتكون context ام اكون عندي ايضا هنا لازم اعمل كومة اعمل save طبعا هنا انحلت المشاكل اللي معاي بقى عملية ال score راح اضيف لما تكون الاجابة صحيحة هنا في ال cause اذا كانت الاجابة صحيحة راح انتقل الى اعمل count وممكن اعمل طبعا اللي هو correct answer ممكن اكتب score plus equal ten يعني انا عشر نقاط اضيفنا في كل مرة هذا اختصار طبعا ممكن تكتب score equal score score plus ten مثلا لكن كانت تختصره ك short cut plus ten مثل حالة حالة باقي اللغات فلما اعمل طبعا ال reset الان ونعمل show راح نشوف لما ننتقل من سؤال الى سؤال اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فيظهر معي طبعا ال alert cause completed thank you your score is 30 طبعا ال reset حاليا لا يعمل واذا لو لاحظنا انه ما عمل ال reset لهذا ال functions او الاعداد اللي هنا راح نعملها ال reset طبعا لما يكون display لكن لاحظنا لما اضغط خارج context ايضا راح يغلق بدون ما اضغط على ال reset فعشان نعملها disable هناك خاصية في ال alert تسمى dismissible اعتقد بمعنى انك لازم تضغط على هنا لو تضغط الان ما يسكر لازم تضغط على reset عشان يغلق فالان نعمل فقط بعض ال styling على ال reset طبعا هناك was completed وهذا راح نعمل بعض ال styling في يعني تغيير الشكل نعمل column مثلا وهكذا وهو بحالة حال normal widgets فالالير طبعا معي هنا معي بامكاني اعمل بعض ال modification هو طبعا رأينا في الدروس الماضي كيف نعدل text راح اعمل style مثلا text style size بيكون نخلي مثلا 32.0 راح اغلق هذا الشاشة تكون واضحة وايضا راح اعمل اللي هو text align text align يكون في المنتصف text align center اعمل save اه اه اوكي راح يكون بهذا الطريقة ايضا بامكاني داخل اللي هو اعمل column في التكست هنا في الكنتنط ممكن اعمل cut لهذا السكور طبعا نعمل column داخل column راح يكون children والشيلدرن راح يكون اول شيء مثلا ايكون ممكن راح اعمل ايكون ثم اعمل ثم اعمل هذا فقط جسد تحسينات راح تشوفه بعد ما نخلص كيف ايش الشكل اللي راح يظهر معي اعملت face طبعا بعض الايكون راح يكون معي size box مسافة مثلا height 20 كل هذا الاشياشة فيناها بالدروس الموضة ما في شيء جديد لما اعمل save الان اعمل reset راح يكون معي بهذا الشكل طبعا راح نتحكم ايضا بال height الان طلع من height طويل راح نضمه في container راح نعملها height معين بعد ما ننتهي طبعا من size box راح يكون معي النص اللي هو بيكون النص نكتب thank you for your participation your participation ممكن نعمل cut لهذا line ونعمل ايضا size box اخر height نعطيه 10.0 كل هذا عملية تجميلية فقط للاليرت انحنا نتهينا من عرض الاليرت اصلا راح عمل تكست اخر اكتب your score is بين قوسين راح ننضم هنا او ثم نقول points مثلا نعمل نعمل save reset نظهر مرة اخرى راح نشوف هذا التكست طبعا موجود معا الان فقط هي عملية انه طويل راح نضمه داخل container راح عمل كاختصار اللي هو option مثلا control او enter ثم راح اضيفه في container داخل container ممكن تتحكم بال height ممكن نعمل height له 300.0 ونشوف ال reset راح يكون الان بهذا الشكل وهكذا ممكن تغيل background وهناك خصائص كثيرة ممكن تروح في flutter وتشوف ايش الخصائص الموجودة كيف تعمل styling وما شبه ذلك لكن بشكل عام اعتقد نحن راضين نوعا ما عن الاليرت الحالي تبقى مسألة ال reset لما اعمل reset الان لا تعمل او تعمل لكن لا تعمل reset ال counter ففي حالة ال reset الان راح نعمل reset بعض الاشياء قبل لا نعمل طبعا نخرج راح يكون معي اللي هو يعني الانتهاء من السؤال راح يكون again false عشان نبدأ من جديد score راح يكون zero نصفر score الى zero وايضا راح يكون معي اللي هو يكون zero نبدأ من البداية ويكون يكون zero يعني ما يعدي ايجابة خاطئة والcorrect answer راح يكون معي zero ايضا اعتقد اغطينا معظم الاشياء هنا فلو عملت الان reset وبدأت من الجديد راح نشوف اه طبعا عمل اجوبة هنا على حسب راح يظهر معي طبعا الان اللي هو thank you for participation thank you for your participation ننسي لكلمة for for your participation your score is 40 لما اضغط خارج ما يشتغل معي ما يروح الاليرت لكن لو عملت reset راح يبدأ من الصفر راح يصفر كل شيء لكن لاحظنا ما صفر لي كل شيء لان انا عملت هذه الاشياء خارج لازم عملها اللي هي مثل ما عارفين set state داخل set state لو عملت الان مرة اخرى راح نبدأ مرة اخرى تجربة المفروض بعد ما عمل reset راح يبدأ الكوز من الجديد بهذا الطريقة نحنا عمل عملنا طبعا الكوز بشكل طبعا الان الكوز انتهينا تقريبا من الكوز تبقى مسألة اللي هي الاليرت نشرحها من جديد هو عبارة عن الاليرت داي لوك عمال فيه تايتل يوجد فيه تايتل بروبرتي عبارة عن تكست عادي ووجد ثم كونتنت ممكن تخلي في الكونتنت اي شيء مثل ما لاحظتوا الحين خلينا تكست ثم خلينا كولوم ثم غينا لكونتينر وممكن نلعب بالالوان واشياء كثيرة طبعا الفلات بوتنز ممكن نضيف هنا بوتنز للأكشنز نحن نضيفنا الريست عملنا الريست للكاونترز حيث نبدأ من جديد الآن فقط اعتقد نحتاج نعمل شيء اننا ممكن هذه الاسئلة هذا ما احتاجها طبعا هلا اللوب كنا احتاجناها في الدروس الماضي اعتقد ما نحتاجها الحين لو عملنا الريست هنا الاسئلة هنا الموجودة هذه بإمكاننا نحن نطلعها الى ملف اخر نسمي كوشنز ممكن نستدعيها هنا بعد ذلك بشكل عادي يعني بحيث ان يكون فاصل عن هذا الموضوع ممكن نفتح اللي هو الملف عندنا هنا كوشن ممكن نعمل طبعا ملف جديد انا نسميه مثلا كلاس او كملف اخر يعني نخلي اخر بحيث ان نحفظ الاسئلة خارج كملف خارجي لو عندي عدة اسئلة كثيرة ما يحتاج ان في كل مرانة يعني اضيفها في نفس الملف ممكن اضيف ملف اخر بحيث ان يكون كود اكثر ترتيبا يعني هذا الغرض راح افتح ملف جديد هنا نسميه مثلا كوشنز دارت في كوشنز دوت طبعا بيكون دارت باي ديفولت ثم نقوم بنقل هذه الاسئلة جميعا الى الدار طبعا راح يكون عندي مشكلة هنا انا كوشن غير معروف فراها اعمل امبورت للكوشن كلاس كوشن اوكي فالان معي هنا موجودة فهنا بامكاني طبعا الغى الكوشنز هنا وممكن نعمل امبورت للكوشنز في الاعلى انا ما احتاج لكوشنز لانه عملت اضافة في الملف الاخر وحيكون امبورت كوشنز كوشنز فالان اضفتها داخل ملف اخر وعملت الان ريسيت المفروض ان يكون البرنامج تعمل معي بنفس الطريقة وعمل ريسيت ما عنده اي مشكلة عملت ري فاكتر جميل فالان لو نلاحظ ان اريد نضيف اي سؤال مثلا اضفنا مثلا هنا اسئلة انا سابين مثال اكثر عن العدد السابق وعملت اعمل مرة اخرى ريستارت الابليكيشن وتحرك طبعا رح يكون معي الان او اكثر عن عشرة اسئلة وما تغير عندي اي مشكلة لكن الكود رح عملنا والحين صار اصغر الكود في هذا الصفحة ممكن نعمل اكثر من لكن بشكل عام تطبيق مقبول كبداية طبعا تعلم الكثير في هذا التطبيق اتمنى ان يكون مفيد كان مفيد للجميع شكرا على المتابعة ونلتقي ان شاء الله في دروس قادمة باذن الله اشتركوا في القناة